نجحت مملكة البحرين في استضافة منتدى حوار المنامة 2023 في نسخته التاسعة عشر وهو الحدث الأمني الأهم الذي يناقش القضايا الأكثر الحاحان في المنطقة ويأتي تميز مملكة البحرين نظير جهودها المبذولة في استضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات على مستوى المنطقة والعالم على مدى ثلاثة أيام من التميز والنجاح الذي أبهر العالم شاهد منتدى حوار المنامة بنسخته التاسعة عشر حضورا فاعلا وبارزا لقادة دول العالم الذين اجتمعوا في مكان واحد لتوحيد الجهود وتجاوز التحديات ولفت المنتدى الأنظار ليس فقط لمناقشته القضايا السياسية الأمنية الأكثر الحاحان بل تطرقت آخر جلساته إلى السياسات الجديدة لأمن الطاقة ومستقبل الشرق الأوسط وهو ما عزز جليا أهمية هذا الحدث في دعم مسيرة التقدم والنماء للدول والشعوب خالص التهاني والتبركات على نجاح هذا المنتدى الذي بالفعل أمس أيقونة وأمس أحد معالم منطقة الخليج العربي فيما يخص الحوار السياسي والأمني وأصبح المنتدى مقصدا لكافة القادة من كافة دول العالم للمشاركة فيه والاستفادة منه وللتواصل مع القادة الآخرين والمسؤولين من كافة دول العالم تنظيم المملكة لأكبر قمة أمنية عالمية متخصصة في المنطقة أتت لتركز على تعزيز التعاون في مواجهة التحديات وبناء الفهم المشترك لصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات هو من أهم الأحداث هذا العام لمجتمع الدبلوماسيين والذين يعملون في السياسات الخارجية لبلدانهم أنا أحضر إلى منتدى حوار المنامة على مدى أعوام وأؤكد أن هذا المكان يعد المنصة المهمة لمناقشة وبحث أبرز التحديات والمواضيع المتعلقة بقضايا الأمن القومي كما يعد أيضا فرصة للالتقاء بالقادة والمسؤولين ليس فقط من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بل أيضا من آسيا وأوروبا وغيرها من الدول وهو عبارة عن خليط مميز من كافة دول العالم وفرصة ممتازة للسماع والإصغاء والتحدث ولد المملكة سجل حافل في الإنجازات واستقطاب كبرى الفعاليات إذ تبذل المملكة جهودا كبيرة من أجل استضافة هذا الحدث الأبرز في المنطقة كل عام عبر تقديم التسهيلات وتفعيل دور حوار المنامة ومخرجاته منذ انطلاق النسخة الأولى للمنتدى عام 2004 نسخة للمنامة وبركاته من حول السوطس ومضيح مزحانات وممتازاته من حول السنوارة تقديم التسهيلات كبيرها محضايات تقديم التسهيلات تقديم التسهيلات